السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم سماح دي يا بدي قناتي النهاردة جايب لكم ارخص غسول في السوق تقريبا غسول طبي شركة طبية سعره كويس جدا مفعوله طحفة حلو للبشرة المختلطة والبشرة الدهنية مكوناته كلها طبيعية بينظف البشرة جدا ما بيعملش تحسس ما بيعملش حكة في البشرة واحسن حاجة فيه طبعا هو ما بيعملش جفاف بعد الغسول او بعد غسل الوش هو انا مش هارفة هو جديد او قديم يعني بنتي بتستخدمه وبقالها حوالي السنة تقريبا من بعد الغسول بتاع وكده فبقت تجيب دوت ان اوفر وكتير بينزل في الصيدلية عندنا بنص التمن يعني الازازة بخمسة وستين اللي عبوة بخمسة وستين جنيه وبيعود معاها شهور يعني حتى ابني كمان جابه هي تقريبا تلت او رابع ازازة لها او ليهم هما الاتنين يعني فكويس جدا زي ما قلت ان المكونات اللي فيه كلها طبيعية اه هو معزز بمضادات اكسدا بيعزز ترتيب البشرة بنعم البشرة بيقلل من الرؤوس السوداء زي ما قلت كل المكونات اللي فيه اه طبيعية بس مش عارفة ليه يعني هو منتج مصري ليه بيكتبوا كل المكونات وكل حاجة بالانجليش يعني مش فهمة يعني عقدة الخواجة دي بس المكونات اللي فيه اه فيه بنسينول وفيه زيت شجر الشاي اه اه وفيه فيتامين سي وفيتامين اي عشان يرطب بيجد طبعا خلايا البشرة يعني هو مش مش فيه مكونات كتيرة اه اللي هو تدر او تنشف البشرة ان كتر السلسالك وكده بيعمل جفاف للبشرة يعني كويس جدا للبشرة الحساسة كمان عشان ما يزويتش التحسس او يعمل حكة في البشرة لطيف جدا بيستخدم اه مرتين اه في اليوم اه طبعا انا بفضل ان هي مرة بالليل قبل الروتين الليلي تمام اوي بس ممكن تصف مرتين ودوت بيكون شكله يعني الشكل دوت انا شفته في مراكز التجميل مش عارفها في في مراكز العناية معلش شي اللي هي بتبقى المادة بتبقى زرقة كده مش بشوف دوت في اغلب الغسولات خالي من الصابون طبعا اهوات انا العادي بتاعي لما باجي استخدم اي غسول يعني ساعات طبعا بيخلص الغسول عندي فانا باخد منهم دوت اه يعني بحاول اخليه فوم على قدية الاول عشان انا بشريتي حساسة وما بستحملش اني اتحطت الغسول بالمنظر دوت على بشريتي فبعمل فوم وبعد كده بخسل وشي حلو جدا وماشي معي انا كمان وماشي زي ما قلت زي مش بيجفف البشرة يعني اللطيف وآمن جدا وكفايا هو من شركة طبية والعبوة متين ميلي بمية خمسة وعشرين مفروض بس سيدالية انور في اسكندرية اللي اللي عارفها بتعمل خصم خمسين في المية بنجيب اللي عبوة بخمسة وستين جنيه او بستين جنيه مش متذكرة صراحة بس يعني ده كان رأيي في غسول نمور اكن معرفش طلع امتى معرفش بس فعلا احنا هنا في البيت بنستخدمه من شهور طويلة فحبيت اطلع اتكلم عنه وخصوصا المرخيص مقارنة باغلب الغسولات اللي موجودة في السوق اه مش كويس طبعا ايه للبشرة العادية ممكن لو استخدام مرتين في الاسبوع او حاجة لكن بشرة دهنية ومختلطة هو حلو جدا جدا بيعالج الرؤوس الصودة بينظم افراز الدهون بجد يستحق التجربة ولعبوة كبيرة يعني ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة لو مش مشتركين ان اغلب اللي بيشوفوني مش مشتركين في القناة ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وانا بحب دايما لما بجرب حاجة وحستها كويسة وكمان سعرها كويس بحب اطلع اتكلم عنها بس السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة